موسيقى أرحب بك من جديد صديق المشاهد في لقاء متجدد مع قصة الكنيسة قصة الكنيسة المأخوذة من سفر الأعمال عن تاريخ عمل الله وحركة الروح القدس في نمو الكنيسة وامتدادها في القرن المسيحي الأول وصلنا إلى سفر الأعمال والأصاح السامن وضعت لهذا الأصاح عنوانا شماس بدرجة رسول لسيام الآيات من 8 إلى 40 الحقيقة الحديث هنا عن فيلوبوس فيلوبوس واحد من السبعة اللي انتخبوا لخدمة المواعد أسبوع الماضي كنا بتكلم عن السفنوس برضو كان واحد من السبعة وكتار اعتبرها أولئي السبعة هم الشمامسة مع أنه كلمة شماس لم تارد في النص لكن يبدو أو نقدر نعتبرهم هكذا إذن دعوت فيلوبوس للخدمة حسب الظاهر هي المشاركة في خدمة الأرامل واحتياجتهن الزمنية وبدأ يعطي الفرصة أكتر للرسل لخدمة الكلمة والصلاة لكن يبدو أنه فيلوبوس وكان زي رفيقه اسطفانوس كان ممتلئ من الروح القدس وكان في داخله غيرة خاصة لتقديم رسالة الإنجيل إزدارة حدت للاضطهاد بعد موت اسطفانوس وكان يمكن لهذا الحدث أنه يسكت كل المبشرين وأولهم فيلوبوس لأنه رأى بنفسه أن اسطفانوس لما تكلم لما خدموا كرز بالإنجيل رجموه لكن هذا لم يحدث لم يحدث أن يسكت المبشرون بل بالعكس البشير اللوء بيرسم لنا صورة معكسة لما أراده الشيطان وأعداء الكنيسة فيقول لنا في بداية أصح 8 فتشتت الجميع في كور اليهودية والذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة يبقى كان القصد من الاضطهاد محو الكنيسة نهائيا زي ما انتهى اسطفانوس ينتهي بقية الشهود لكن القصد الإلهي خلى من هذا الاضطهاد طاقة دافعة لشهود أكثر وقوة جديدة تخرج من كنيسة أوريشالين بعد 6 سنوات تقريبا ويبتدي تحقيق أمر المسيح تكونونا لي شهودا في أوريشالين الآن في كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض في لوبوس كان واحد غالبا من هؤلاء الذين تشتتوا وراح فين راح السامرة كأول مبشر يكسر كل حواجز التعصب ضد السامريين ويخرج من قوكاعة أوريشالين طوبة لفي لوبوس اللي خد هذا المكان وهذه المكانة تعالوا نشوفه مع بعض أول حاجة في لوبوس الكارز آية خمسة وستة في أصحاح تمانية من سفر الأعمال انحضر في لوبوس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح وكان الجموع يصوون بنفس واحدة إلى ما يقوله في لوبوس الرب كلف الرسل بالإرسالية العظمى اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة وكلها وفي لوبوس ما كانش واحد من الرسل يمكن كان من التلميذ السبعين أو من المية وعشرين أو من الخمسمائة اللي ظهر ليهم الرب بعد القيامة دفعة واحدة زي ما بنقرأ في كورنسولة 15 أو يمكن عرف الرب وآمن في يوم الخمسين مش واضح الحقيقة أو بعد ذلك على أي حال واضح أنه كان عضو فعال في الكنيسة وقع عليه الاختيار ضمن السبعة الشمامسة كانت خدمته وقتها في أوروشاليم لكن بعد زيادة الاضطهاد خرج مع الذين خرجوا من أوروشاليم تشتتوا وذهب إلى السامرة والسامرة كمدينة كانت عاصمة المملكة الشمالية مملكة إسرائيل أو أفرايم والسامرة كمنطقة كلاهما كانا مكرهة عند أهل الجنوب أهل أوروشاليم وبالتالي بنقرف يحن أربعة اليهود لا يعاملون السامريين فاليهود ما يقدرواش ينسوا تاريخ السامرة إزاي غزى ملك أشور أراضيها وسبل عديد من سكان البلاد الأشور وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوس وعمى وعوى وحمات وصفراويم وأسكانهم في مدن السامرة عوضا عن بني إسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا فيها هذا الكلام أخوز من ملوك التاني 17 آية 24 وبعدين تزوج هؤلاء من نساء السامرة وبكده أصبح السامريون خليط من الأمم ومن اليهود وبانوا هكالهم الخاص في جرزيم حتى لا يذهبوا إلى هيكل أوريشالين طبعا كان رد فعل اليهود رد عنيف ضد السامريين حتى إن رسل المسيح تأثروا بهذه الثقافة فلما في قرية من السامريين رفضت استقبال المسيح وده كان متوقع اختص جدا يعقوب يحنى وقالوا ليسوع يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء في تفنيهم كما فعل إلي أيضا عايز أرجع لي في لوبوس وأقول إنه غالبا في لوبوس كان يعرف جيدا هذا التاريخ وعارف أنه السامريين مكروهين جدا من أوريشالين لكنه قرر أن يذهب إلى السامرة بحب قرر أن يذهب ويكرز لهم بالمسيح يعني ينقل لهم الأخبار الصارة المرتبطة بحياة وموت وقيامة الرب يسوع أدرك في لوبوس أنه من حق أهل السامرة أن ينالوا نعمة الخلاص زي ما حصل عليها أهل أوريشالين في الغالب في لوبوس عرف بالعمل المسيح مع المرأة السامرية وشعب السامرة وقرر أنه يتبع خطوات سيده في الماضي الرب قال للرسل إلى طريق أمم لا تمضو وإلى مدينة للسامريين لا تدخلو في متى عشر خمسة هذا القول لكن طبعا الكلام ده كان محدد بوقت معين ولغرض خاص فهم في لوبوس بالروح نهاية هذا الوقت وأدرك أن الباب أصبح مفتوح للسامريين والأمم كما لليهود كذلك وجاء أمر رب قبل صعود وتكونون لي شهودا في السامرة وبكده أصبح في لوبوس أول مرسل يذهب خارج حدود الكنيسة في أوريشالين بل أول من حمل لقب مبشر وذهب إلى السامرة وكانت النتائج مباركة جدا بنقرأ كان الجموع يزون بنفس واحدة إلى ما يقوله في لوبوس وفيه تحققت تطويبة إشعياء ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير القائل صهيون قد ملك إلهك وهكذا بدأت نهضة عظيمة في السامرة ثم نرى في لوبوس صانع الآيات كتب البشير لوقة في آية ستة وسبعة من هذا الأصحى صحة 8 وكان الجموع يزون بنفس واحدة إلى ما يقوله في لوبوس عند استماعهم ونظرهم لآيات التي صنعها لأن كسيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم وكسيرين من المفلوجين والعرج شفوا الآيات والمعجزات كانت ضرورية جدا في ذلك الوقت فلم يكن العهد الجديد قد كتب بعد وأمر رب الرسل بالكرازة للخليقة كلها وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة والرب نفسه هو اللي بدأ بالبشارة الخلاص ثم تسبت لنا من الذين سامعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القلس حسب إرادته وبرضو الرسول بولوس في دفاعه عن رسوليته أكد أنه علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات كورونس التانية 12 إذن كانت الآيات والعجائب التي صنعها في لوبوس تصادق على كراسته الشفاهية اللي بيقدمها لأهل السامرة والسؤال هنا اللي بيطرح نفسه لكن في لوبوس ليس من الرسل وللإجابة بنقول أنه الأمر بجملته متوقف على غنى الله الذي يعطي روحه بدون كيل هو الذي يعطي لكل واحد إظهار الروح للمنفعة كل المواهب بما فيها عمل الآيات مثل في لوبوس يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء والحقيقة السامريون آمنوا بيسوع من قبل أن يروا منه آية واحدة وده اللي نفتكره لما المسيح زار مدينة السامرة في يوحان 4 كم ستكون النتائج أعظم وهم يرون هذه المعجزات بيد في لوبوس أشار البشير لوأ الحياة بالتحديل لثلاث آيات إخراج الشياطين شفاء المفلوجين والعرج أما إخراج الشياطين أو الأرواح النجسة فده كان إعلان واضح على قوة ونصرة اسم المسيح على هذه الأرواح الشريرة وكانت هذه الأرواح تحول الناس إلى مجانين ومصرعين كانت موجودة بكسر أيام المسيح وهذه المعجزة صنعها يسوع كثيرا في موضع كثيرة في كلمة الله الاحتياج كان موجود لما كان في لوبوس في السامرة لكن الحاجة كانت ملحة أكثر بسبب وجود سيمون الساحر في السامرة اللي كان بيستعمل السحر ويدهي الشعب السامرة والسحر نوع من الآيات الشيطانية وبالتالي وجدت هذه الأرواح النجسة مكان بكسرة في السامرة لكن الرب منح لفي لوبوس قوة أعظم من القوة اللي كانت لسيمون واستخدم الرب في لوبوس لشفاها أولئي المفلوجين والمصابين بالشلل والعاجزين عن الحركة معهم العرج كانت النتيجة فرح عظيم في تلك المدينة إذن كانت الآيات عامل مشجع لكن الكلمة هي التي خلصتهم والخلاص هو اللي أتى إليهم بالفرح وتعود البشير لوقة يربط بين الخلاص والفرح في كتاباته في مرات كثيرة جدا بقي أرنظيف صديق المشاهد إلى أنه الكنيسة في أورشاليم لما سمعت بالنهضة اللي حدست في السامرة وإنها قابلت كلمة الله أرسلت إليهم بطرس يحن وكانت هذه الإرسالية مهمة جدا أولا علشان الرب يضمن وحدة الكنيسة فلا تعتبر الكنيسة في السامرة أقل من الكنيسة في أورشاليم باعتبار أن مؤسسها في لوبوس وده ليس من الرسل لكن جه بطرس يحن علشان يبارك ويصادق على عمل الرب اللي تم بيد في لوبوس والأمر الثاني أن كل من بطرس يحن أهمية خاصة فبطرس هو من قال له الرب أعطيك مفاتيح ملكوت السموات فتح الملكوت لليهود في يوم الخمسين وهنا للسامريين وفي أعمال عشرة سيفتح الباب أمام الأمم أما عن أهمية وجود يوحنة فيوحنة كان عنده موقف خاص قبل كده مع السامريين فكريل لما قال للرب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كان عن مدينة من السامريين فهنا الرب بيظهر أنه حدث تغيير عجيب مع يوحنة جه علشان يفرح بخلاص شعب السامرة وصلى مع بطرس لأجل شعب السامرة لكي يقبلوا الروح القدس وأخيرا كشف خداع سيمون وفي طريق عودتهما بطرس يوحنة لورشاليم بشراء كرة كثيرة للسامريين آخر حاجة نراها عن فيلوبوس في هذا الأصرح فيلوبوس المفسر الجريء لما تقابل مع الخصي الحبشي وقال له كلمته الغريبة بداية من آية 30 إلى 35 في هذا الأصرح قال له أتفهم ما أنت تقرأ وبعدين بالتضاع الخصي الحبشي يقول له كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد وصعد في لوبوس المركبة وفسر ليه ما كان يقرأ وكان يقرأ سفر إشعياء وصح 53 وأوضح ليه إن ما يقصده النبي إشعياء هو يسوع المسيح هو ده الشات التي تساق للذبح والصامطة أمام جزيها هو ده يسوع اللي ذهب برغبته وبإرادته للصليب وقدم للخصي الحبشي رسالة الخلاص بكل وضوح وده اللي كان محتاج للرسالة الخلاص ويبدو أنه كان يهودي في الأصل مؤمن بالله فكان حريص على زيارة أوروشاليم والسجود في الهيكل وقدي رحلة كانت شاقة في ذلك الوقت رحلة طويلة من الحبشة إلى أوروشاليم والعودة لكنه لم يكتفي بالزيارة التقليدية كان بيبحث عن الحق وهو بيقرأ هذا السفر هذا الأصح الفصل الثالث والخمسين من إشعية يقود الرب في لبس علشان يذهب ويتقابل معه الرب بيهمه جدا أي واحد باحث عن الحق أي واحد بيدور لمعرفة الله معرفة حقيقية بيذهب الرب إليه وفي لبس في جرأة يسألون هتفهم ما أنت تقرأ والخصي الحبشي في اتضاع يجيب كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد بعد قناعة في لبس بإيمان الخصي لم يكن لديه مانع من معموديته لأنه الخصي سأل في مية هل في مانع أننا اعتمد اعتمد الخصي الحبشي وذهب في طريقي فرحا أما في لبس فكانت وجهته اللي بعد كده هي قيصرية لكنه في الطريق إليها كان يبشر كما كتب البشير لوك هنا في آية 40 كان يبشر جميع المدن ويمكن بعد 20 سنة وفي أصح 21 من نفس سفر الأعمال بنقرأ عن في لبس مرة تاني في لبس المبشر ما أحوجنا في هذه الأيام إلى في لبس ما أحوجنا إلى في لبس فيه كنائسنا في لبس المبشر في لبس الكارز في لبس صانع الآيات في لبس المفسر لكلمة الله واللي عندهم ثقة يسألوا الناس عن فهمهم لما يقرؤون ويدركوا معنى العلاقة الصحيحة مع الله ويمتلؤون من كلمة الله علشان يعرفوا ويجاوبوا كل واحد زي ما قلت لحضراتك وضعت عنوان لهذا الأصح شماس بدرجة رسول مش مهم المكان اللي ليك في الكنيسة مش مهم الدرجة والردبة واللقب المهم قلبك يكون كامل مع الله وتقدر تخدمه بأمانة مهما كان مكانك صغير أو كبير مهما كانت دعوتك تقدر تخدمه بأمانة في لبس كان كده واحد مختار لخدمة المواعد لكن الرب استخدمه في نهضة عظيمة جدا جدا في السامرة ونكمل حديثنا بمشيئة الرب في مثل هذا الوقت الأسبوع القادم مع صفحة جديدة من صفحات قصة الكنيسة الكنيسة الحية الكنيسة الممتدة الكنيسة الملهمة لنا كلنا النهاردة والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر